روح بقى الاهل اللي هيلوغليف يقولك اول حاجة كانت الطبيعة احنا ما كتبناش غير اللي قرينا في الطبيعة احنا قرينا في الطبيعة النسر بيقول اه فرسلنا النسر بيقول اه موسيقى معنا النهاردة احمد حازم او احمص الباحث فيك الكتابة والفلسفة الهيروغليفي اهلا بيك يا احمص هيرو جليف هيرو معناها مقدس وجليف معناها رسمة فيدي الرموز المقدس هو الهيرو الكلمة نفسها جاي من يوناني فاي كانت مدونتر كتابة الارباب او كتابة الطبيعة او كتابة الحقيقية او كتابة الطبيعية دي الكلمة الاصلية المصرين كانوا بيسموه بيترجموه النهاردة في الانجليزي كتابة الاليح بس دي ترجمة مش مظبوطة اه لان ازيس وزوريس ما هماش اهلها اه فهي كتابة ممكن تسميها الارباب او كتابة اولاك بالبلدي اوي الاسياد او كي تخدي بالك لما لما بيبقى حد يقلك في التقافة الشعبية اوي الاسياد مين الاسياد دون يعني هل دول الملايكة ولا دول حاجة كبيرة ولا ولا سيدنا ده اللي هو الراجل اللي قاعد في في البيت الكبير اللي في اللي بيحكم الارض دي كلها مين 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 السيد ولما نيجي نقول مسلا سيدنا فلان ليه سيدنا فلان دي تقالت على الناس اللي ليهم حاجة دينية وده المسلمين والمسحيين احنا المصريين على بعض بنقول سيدنا زي البابا وسيدنا فلان زي الصحابة او الانبية ليه علشان الاشخاص اللي هم اكبر من شخصهم الشخص اللي هو معنا ديني هو سيد وسيد ده بالمناسبة معناها لطيف جدا في المصري القديم كلمة هي نب والمربوط بي يبقى نبي دي كلمات مصري قديمة دي مش كلمات عربي دي كلمات مصري قديم نب ولا نبي نب ونبي الاتنين الاتنين اوكي كنت تسأليني على اللغات اللي اتأثرت بالمصري القديم كتير جدا يعني شامبوليون عنده بحث عن الحروف الصيني وعلاقتها بالحروف المصري القديم فلهذي الوسع ده للبعد ده جغرافيا فلاك انت تتخيل لي بقى اوروبا وجزيرة العربية تأثروا قد ايه؟ تبوا تأثروا ازاي بقى يعني ايه قصة؟ طيب القصة من وجه نظر جدودنا ان احنا الناس غلابة ما داش نخترع حاجة فسيدنا جيهوتي او اللي بنسميه تحط في الاسم الاوروبي هو اللي علمنا الحروف دي اللي سموها ميدوناتر اللي هي حروف الارباب حروف الاسياد بالمناسبة احنا السيد او الرب هو الشخص اللي بيحكم رب العمل هو اللي بيحكم العمل فسيدنا واسيادنا واربابنا هو رب الاسرة رب العمل رب المنزل اه الناس دي كلها مش معقصود بها اله بالمعنى المفهوم فالطبيعة هي اللي بتحكمنا بطريقة ما فهي دي كان جامعة هو الواو ف جامعها ناترو ويقال ان النطق الصح هي اللي بالصدفة الشديدة بالانجليزي هتلاقيها الفرنسائي هتلاقيها واللي فيها فيها الحتة دي ده الحرف اللي موجود لسه في المصري البلدي لغاية النهاردة لما حد واحدة تقول لك يا حبيب تشي هو الحرف ده اوكي وبيكتب بطريقة مختلفة عن التهي العادية اه ده موجود في الياباني كمان اوكي انا ما كنتش عارف اه فالحروف دي علمها لنا جي حوتي عشان نقدر نكتب لكن هو من وقت نظره او من وقت نظرهم ان دي الحروف العالية الغريب يعني ايه الحروف العالية حروف الاسيات حروف النترو اه اه الحروف المقدسة الكتابة مقدسة هيرو هيرو مقدس الرسمة او الرمز فاللي حصل ان هو رغم ان هو الرسمة كانت رسمة نسر وكاتكوت وشبكة وبيت حاجات ملموسة في حياتنا انما هي في الحقيقة الحروف الطبيعية ده معناه ايه? معناه ان من وجهة نظرهم ما ينفعش ان الصوت دي يبقى حاجة تانية ما ينفعش يترسم رسمة تانية وانه الخصائص بتاعة الشيء الطبيعي ده موجودة في خصائص الصوت وفيه لغات بتعتبر لغات مقدسة العربي اللاتيني المصري القديم اللغات دي يقال السانسكريتي في الهندي القديم يقال انه الناس لما بتسمعها حتى لو مش فهماه اللي بيتقال بيها. بتحس بيها. بتحس بيها. ليه? لان الصوت له معنى. بمعنى ان احنا ما ينفعش ان احنا احنا فاكرين انه ممكن نسمي الكوباية كوباية او او ايا كان. من وجهة نظرهم لا هو له معنى. الكوباية مع الصوت اللي بيحمل المعنى. وكوباية يعني ايه في مصر القديمة? كوب. اه جات منها كب. ايه جات منها كب. خلينا نقول برضو ان احنا النقط احنا مشتكدين من المقابل. فيها صوت المية كده. فيها صوت المية وفيها حاجة تانية. كوب كوب. حسي صوت كده مية وهي بتنزل. عشان كده عشان كده لغاية النهاردة المصري سيبك من من احنا المصريين المتعلمين. اللي متعلم ده اتمسح من عنده حاجة. البسطاء اللي ما تعلموش يقول لك ايه? بيكوب المية. لغاية النهاردة. عشان كنت بتسأليني هو احنا متأثر. اه. هي مش جاي من كلمة كوب. لان بيكوب المية دي مش لازم يبقى فيها كوب خالص. بينا خالص يعني كصوت. بيكوب المية. تحس باحساس المية وهي بتتكب يعني. بزبط. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. حرف الكاف وحرف البيه. الكاف والبيه. البيه اسهل شوية. البيه بالمناسبة بتترسم ساق. ساق وقفة. فلو هنيجي نقول على الساق الوقفة بتبقى شكلها ازاي? بتبقى مسلا شكلها كده. في الساق والرجل. اللي هو لو تيكي تبصي على. اللي هو البي لغاية النهاردة في الانجليزي. ليه دي صوتها بيه? عشان لما تيجي بتدبي. حتى بندب. تمام? بندب على الارض فنعمل ب. وليها المعاني بتاعت ان انا حطيت رجلي والسبات. اه. اه كمان. والك جاية الرسمة بتاعتها هي آآ بيسموها ايه? اللي هو آآ باسكت يعني. باسكت كبير. سلة. كبيرة. تمام? فكأنك انت الكوب ده ايه? هو سلة. يعني الحاجة مش موجودة في حتة معينة. هي مساحتها كبيرة في كل السلة. وبتثبتيها في حتة. فده الكوب اللي هو بيلملك في حتة صغيرة حاجة كان ممكن تبقى منطورة. اللي هي المية المنطورة دي احنا كبناها يعني حطناها في كوباية. اللي بغاية النهار اسمها كوباية. طبعا في سؤال هل كوباية جاية من كلمة كوب? ولا كوب جاية من كلمة كوباية? كوب جاية من المصري? يعني ده سؤال تاني في الاغلب الحاجات المصرية القديمة هي اللي كانت الاصل في الحاجات دي لانه آآ هي الاقدم آآ فيه كانها مخناقات كتير لكن مش دي النقطة النقطة انه انه من وجهة نظر المصريين القدماء هما مخترعوش الكتابة دي اصلا. وان دي الكتابة الطبيعية. يعني من وجهة نظرهم ان لو الصيني ركز في الطبيعة هيطلع نفس اللغة دي. فمش هما اللي مخترعينها من وجهة نظره. كأن الالهام او الوحي ده جيه باننا نعرف المعنى من الصوت. وحنلاقي حاجات غريبة بقى لما نبص على الموضوع ده. يعني احنا عندنا الكتابات الفلسفية الاغريقية وصلت لنا اكتر كتير من المصرية. لكن عندنا تلامزة مصريين في اليونان. زي افلاطون اللي درس تمنتاشر تسعتاشر سنة في مصر القديمة. ورجع لأهله واتكلم معاه ومعاني حاجة اسمها الاشكال. فالنظرية بتاعته بتقول ايه? اللي احنا بنسميها النظرية بتاعته. ان في معاني مجردة. فوق. احنا عموما الحاجات الفوق هي الحاجات النقية. لما تيجي تقولي دي دي ديانة سماوية. دي حاجة فوق. اجي اعمل حاجة مش كويسة تتجي تقولي ايه? ارتقي. اوكي? فالفوق ده هو الحاجة الهان. الاشكال دي الحاجة الحلوة قوي. ففيه شكل مجرد للراجل. اريك وانا وكل الرجالة تجسيد للشكل ده. فيه شكل مجرد للست. فيه شكل مجرد للكباية للكرسي للكلب. فالتجسيد ده بيدي كسافة وبيدينا فرصة ان انا اتعامل معاه. فالرموز اللي موجودة دي هي تجسيد ارضي لمعنى فوقي له صوت وله شكل وله حاجات زي كده. اوكي? فهي دي دي الفكرة والقصة من وقت نظرهم. احنا من وقت نظرنا احنا دي كتاب كان ممكن الرسمة دي تبقى اي رسمة تاني. لكن في الحقيقة لا. مسلا تيجي تشوفي انه شكل رجل. طيب تبقى ايه? فلما ركزوا في الطبيعة. بالاسف احنا ما بنركزش في الطبيعة احنا محرومين من ده. ما بنشوفش الطيور الجرح. الطيور الجرحة كلها صوتها من الغراب ده اللي ممكن تشوفيه في النادي. للنسر للعقاب للعقاب اللي هو عشان احنا في مصر بنسمي كل دول نصور. اللي هو كل دول بنسميه النصور. فده اللي بيسموه العقاب والنسر اللي هو بيكون رقابته آآ رقابته معليهاش ريش. بيكونوا مجبر كتير. دول كلهم صوتهم آآ. فبنسمع في النادي آآ آآ آآ. وبناء عليه الصوت آآ له الشكل ده. ولوه معنى ايه? هو الشكل ده بيبقى موجود فين? في السماء. فولوه معنى الارتفاع. آآ. انتي ليه قلتي آآ? حصل ايه لوعيك? عشان في حاجة نورت. وطلعت لفوق. آآ. اللي هو نتر. من النترو. وآآ وكان بيعلمنا وبياخد بالنا منا كبشر. لما بتقول نتر من النترو على جحوتي. قصدك ايه? دي اللي بتترجم ترجمة مش مزبوطة في الكتب النهاردة آآ الاجنبية. اللي بتترجم لكن احنا في مصر القديمة وكنت بتسأليني بتقولي احنا خسرنا ايه لما لما خسرنا اللغة? من ممكن نلاقي في آآ في الادعية. تلاقي في نفس الدعا بيتكلم عن يا ازير كزا. يا جحوتي كزا. يا راع كزا. وبعدين يا واع كزا. ايه واع دا? واع دا كلمة بمعنى الواحد. يا جاي منها الوعي. جاي منها الوعي وجاي منها كلمة واحد. اوكي. فالفكرة انه في نفس الدعا في نفس الصلاة في حد بيتكلم مع خمس ستة اسامي. وواحد من الاسامي بيقول الواحد. طب هو انت ما انت اما عارف انه الواحد. يا اما مش عارف انه الواحد. لو انت عارف انه الواحد. اما ايه الاسامي التانية دي? ليه بتتكلم معاها? ممكن نعمل كده نصرع الفيلم خمس تلاف سنة لقدام. ونتفرج على الناس اللي جاي بعد خمس تلاف سنة هيقولوا ايه على المسلمين والمسيحيين? هيقولوا على المسلمين دول كانوا بيدعوا بتسعة وتسعين اسم. دول ما كانوش موحدين. والمسيحيين كانوا بيدعوا بتلات اسامي كبيرة ويمكن برضو القدسين. لكن مش هياخدوا بالهم. انه في الحقيقة ده موحد وده موحد. فرق انه انا اه مش عايش العيشة دي. ان المسلم اللي بيقول يا فتاح يا عليم يا رزق يا كريم. يا واحد يا قهار. او قال كم اسم هنا. فهل هو بيدعي للفتاح لوحده وللعليم لوحده? وللواحد لوحده وللقهار لوحده? لأ. دي اسامي. عشان كده لو احنا قلنا انه دول الطبيعة اشكال الطبيعة القوة الالهية. هي قوة مختلفة لاله واحد. هي اشكال مختلفة لاله واحد. فحتلاقي ان احنا عندنا الواع هو الواحد اللي احنا بنتكلم معاه. لكن لان الانسان متجسد. هو روح في طين. وطبعا روح في طين دي اه ممكن حد يقول لك خزعبلات وقديمه. ده رمز. احنا نحن نبقى فاهمينه علشان نقدر نتعامل معاه. فالروح اللي في الطين دي حاجة عالية متجسدة في حاجة قليلة. حاجة خفيفة. لطيفة متجسدة في حاجة آآ تقيلة. اللي لاننا عندنا جزء التقيل ده احنا محتاجين نشوف التجسد. فاسهل لنا نتعامل مع قوة الهية الرحمة. احنا بنعرفها وننشوفها. انما التوحيد الخالص يعني ايه بفيه واحد مفيش غيره. احنا بنفهم لاننا متجسدين بنفهم الراجل بنقارنه بالست. الطويل بقارنه بالقصير. فانا السنائية اللي بنفهمها بنفهم بيها وبنشوف بيها الحياة. دي حاجة بتساعدنا نفهم. فبنحب نشوف ان في ازيس في اوزوريس في حورس في آآ سوتخ في في حاجات مختلفة. فتلاقي ان اسم الوع مش من الاسامي اللي آآ اللي تفهمت قوي او تشهرت قوي او اللي تسمعت قوي. يعني بيعمل ايه? انما ممكن نقول والله راع بينور. ما فهمنا. وراع اللي بينور ده نور الله والله نور السماعة والارض. دي الرمز والتشبيه مزال موجود. احنا منتكلم عن ربنا انه نور السماعة والارض. هل ده مش معناه ان هل ده معناه ان ربنا هو الشمس النجم? لا طبعا. لكن هو اللي بينور. هو اللي بينور بصيرتنا. فدي دي دي الحدوتة البسيطة جدا والمكابلة قوي. بتاعة الحروف دي بتعمل ايه? بتسبت المعنى اللطيف وصوته على حاجة ملموسة عشان نقدر ننقلها لللي بعدنا سواء اللي بعدنا ده جاي بعد نص ساعة او جاي بعد اربعة تلاف سنة. فجحوزي احد الاسماء الكثيرة. ولا لا انا فهمت غلط. ممكن قوي نبوصلها بالطريقة دي. يعني ممكن تقولي والله انه النهاردة لما بنقول العليم. ان المصريين قدام كانوا بيسموه جي حوتي. الاسم ده. وبالمناسبة احنا لما بنجي نتكلم على الواحد اللي له اشكال مختلفة. ما واحنا كده كانسان. والقصة بتقول انه القصة اللي موجودة في كل ديانات. ان في بداية واحدة. انه دايما في ربنا نفخ روحه في جسمك وفي جسمي وفي جسمك. انه آآ انه اتم آآ خلف البشر او بكى وطلع يعني ففي واحد دايما طلع منه الحياتين. احنا كانسان انا في جوايا الغضب والهدوء والفرحة والحزن وكلهم جوايا مش بس انا مستني انه تعزمني على كيكة حلوة عشان يبقى الفرح موجود. انا ممكن افصحة مستبشر. ومش لازم انك انت تزعقيني علشان ابقى متضايق. انا ممكن اصحى فيهم ابقى مكتئب او فوسط فرحة. افتكر يا ريت فلان كان معنا. فهم الحاجات دي جوانا. وهل بيتسرعوا وبيتكلموا وبيتصلحوا? فهل ده معناه ان انا كزا شخص? هي دي الاسطورة اللي بتتحكي. فبيبقى عندي الحاجات المختلفة. والاسوات نفس الموضوع. اختلافات لكن الاصل بتاعها حاجة واحدة وبنحاول آآ نفهمها. ونتعامل معاها. ازاي الاماكن البعيد قوي دي الصين وكده آآ آآ بعد كده آآ راحوا اللغة بتاعتهم كانت مبنية على اللغة بتاعتنا دي. ده حصل ازاي يعني? حالو. آآ حسب اللي شافه ودي الدراسة اللي هو عملها انه الصين في فترة من الفترات كانت بتكتب كتابة بحروف مختلفة خالص عن الهيرولي في المصري. فده ممكن نشوف انه جاي من جوة الصين لأن الصين بلد عظيم آآ وحضارة عظيمة. حصل من تلات تلف خمسمية سنة. من الف خمسمية قبل الميلاد. انه فجأة قرروا انهم هنبطل نستخدم الحروف بتاعتنا دي. وهنبطل نستخدم حروف تانية. الحروف التانية دي شبه جدا الحروف المصري القديمة. ساعتها كان في تصم بين الصين ومصر القديمة? مش عارفين? ما نعرفش مش مكتوب. يعني ما عندناش الرسائل دي. لكن في نفس الوقت برضو لو احنا سرعنا الفيلم الاربعة تلاف خمس تلاف سنة قدام او تلات تلاف خمسمية سنة قدام رغم وجود امريكا في كل حتة بالانترنت. مش هنقدر نعرف. وهتلاقي حد يروح اعين لك والله على فكرة ده المصريين اخترعوا الكمبيوتر لاننا لقينا حاجة شبه الكمبيوتر في مصر. واكيد مش جاية من ناحة تانية من المحيط. لكن هو في الحقيقة ده حتى ما كانش فيه محيط ده كان في يعني طريق الحرير اللي بعد كده وكلام منه. العجيب انه حصل في الفترة بتاعت الف خمسمائة قبل الميلاد دي تغييرات كتيرة جدا في العالم عموما واتغير اسلوب الزراعة. في نفس الوقت في نفس الميت سنة مسلا في مساحات شاسعة. ادوات انتشرت في كل في كل من افريقيا واسيا في نفس الوقت. الحروف المصرية اللي ظهرت في الوقت ده. آآ هناك. او اللي احنا ممكن نسأل هل هي مصرية ولا لأ لو عايزت دقة يعني. بس التشابه يخلي واحد زي شامبليون. اللي قدر ان هو يفتح لنا طريق لنفهم الحروف المقاملسية دي من ملاحظاته. كمان من ملاحظاته كانت كان السؤال ده. بالمناسبة الحروف دي هي اللي آآ تلخصها هو الحروف الصيني النهاردة. اللي هي خلوا الشكل يبقى مربع. علشان يقدر يطبعوه وعلشان يقدروا. لكن لغاية ما كانوا بيتبعوه ما كانوش بيحتاجوا للحتة دي. كان في تلخيص شديد. تلخيص ده حصل برضو في مصر القديمة. احنا احنا عندنا الحروف المصرية القديمة موجودة بكزا خط. هو نفس الكلام. لكن الخطوط مختلفة. آآ زي الفونتات. انا لو انا عايزة ابعت آآ ابعت لك تهنئة بعيد ميلادك واحنا اصدقاء آآ قريبين. اها ابعت كوميك سانس ولا ايا كان الحاجة تدحك كده. لكن مش حاجة تبيها آآ ورقة ابعتها للمشرف بتاعي في الجامعة. اوكي? فالمادونتر هي خط الخط السيد. او خط الاسياد. تمام? فبيكتب بيه الحاجات. النصوص السيدة. اللي هي نص ديني. النص الديني في نسخته الرسمية اللي موجودة على حيطة المعبد. ده مفيش رسمي اكتر من كده. النص التاريخي اللي فيه الملك بيتكلم على ازاي ان هو انقذ مصر في الحرب الفلانية. موجودة على معبد. الحاجات المهمة دي. بالمناسبة انقذ مصر ما كانش اه وطني وبس. ده شيء اه الهي. لانه بينقذ الارض المقدسة ارض النيترو. اللي هي اللي عايز يتعلم بيجي لها. اللي عايز الجمال بيجي لها. اللي عايز تمام? فهو بينقذ الحضارة. مصر بالنسبة لجدودنا ما كانش ما كانتش بلدنا وخلاص. كانت الحضارة. آآ فالنصوص دي كان بتكتب بالآآ بالحروف الهيروجليفي. اللي احنا عارفنا. فيه قط تاني لو نفس آآ العالم. بس مش بيكتب على الحيطة. بيكتب في البردي. هيبقى صعب انه هو يقعد يكتب بالدقة دي والحروف دي. وفيه نقطة تانية. الحروف دي. كان بينظر لها انها حروف حية. لانها جواها صوتها. وجواها معناها. فهي الحرف حي. انما لما اجي اكتب حاجة شبه الافلام. انا انا لو عايز اديك معنى قوي جدا يفضل ثابت في ذهنك. انا هصور فيلم فيه اشخاص وبيتحركوا. والشخص حيتجسد فيه. مسلا آآ 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 ايا كان الشخصية التاريخية مسلا. فهتبقى بالنسبة لك لما تشوف الممثل هتروح اقيل ده ده الشخصية دي. هو خلاص احنا جسدناها. وفيه كان فيه طقس باسمه فتح الفم. فيه طقوس عشان نخلي الحروف دي حية. والغاية النهاردة. الاثر النفسي بتاعة الحروف دي على الشخص اللي بيعدي في المعبد كان بيتفرج عليها. مختلف عن لو شاف اي نص من اي لغة تانية. حتى نصوص المصرية اللي مكتوبة في البردي. ملعاش نفس الاثر ده. فالعالم اللي عايز يكتب ابحاثه. احنا من نهاردة بتسميهم كهنة. لكن هو المعبد ده كان كان جامعة. واللي جواه كان ناس فيه بتعمل طقوس لكن فيه ناس تانية كانت بتدرس فيزيا وكيميا وحاجات كتير قوي. اه الحاجات دي العالم يعرفها احنا كان فيه خناقات كبيرة ما بين انجلترا وفرنسا لما كانوا القوتين الكبار في العالم على ان هم ياخدوا البرديات والعلمية ويدرسوها. فالكتابة المختصرة شوية دي كان اسمها شعيت. شعيت. اللي احنا بنسميه النهاردة هي رتيقي. انه ده قال يعني الكتابة بتاعة الكتابة الدينية. لكن احنا في مصر لغاية النهاردة الفلاح يقول ايه? لما يجي يبعث لك جواب. يقول لك انا هشيع لك. هشيع لك معنى ان انا اكتب لك بخط الايد. ده المعنى الحرفي ودي كلمة مصرية قديمة. آآ طيب التاجر هل هيكتب بالجمال ودقة العالم? لا. هيكتب حاجة كده مشخبطة. اسمها ايه? الشعيت برضو. بس الاوروبي لما شاف الفرق الكبير ما بين الاتنين دول قال دي اسمها هي رتيقي ودي اسمها ديموتيقي. هقول لكم الديموتيقي الحديث هو ايه? شفتوا اي فاتورة من البقل? بتفهم منها اي حاجة? والله حاجة. ده الديموتيقي. ده الديموتيقي بتاع دلوقتي. عشان كده اللي بيدرسه هي رغليفي اكتر كتير. والدنيا عندهم اوضح كتير من اللي بيدرس ديموتيقي. اوكي. فالطريقة هي نفسها عندنا النسخ. حروف الطباعة. وفيه اللغة اللي مكتوبة بطريقة بخط جميل. الناس اللي متعلمها. وفيه الديموتيقي بقى اللي هو ايه? واحد عايز يكتب اه عقد اه جواز. حد عايز يكتب وعد الواحد تاني. يعني الحاجات اللي هي اليومية دي. بس هي نفسه الحروف بس مكتوبة بطريقة مختلفة. دي بقى شيك قوي. دي مختصرة شوية. دي مختصرة قوي. آه فممكن الده يعرف ايه اردى وده يعرف اردى? آآ ممكن بس زي ما انتي ما بتفهميش كتابة البقال وكتابة الدكتور. أوكي. يعني ممكن يبزعب شوية. بس هو مش مش بالضرورة. مش بالضرورة. نفس الحروف بس مختصرة. نفس الحروف بس مختصر. نفس كتابة بس مختصرة. هما الرموز اللي موجودة المكتشفة في المصر القديم كتيرة جدا يعني الافات. ممكن نقول اربعة الاف مسا. زي الصيني نهاردة. اوكي? لكن كان في حروف اه بنحب نسميها الابجدية. اللي هي هو في الحقيقة الحروف او الرموز دي. في منها. وهتستغربي بقى دورة التاريخ بترجعنا لايه? في منها الرموز احادية الصوت. يعني الصوت الرسمة دي? اه. اللي هي النصر. ب. اللي هي الرجل. تمام? وهكزا. اللي هي احدية الصوت. وفي حروف صنائية الصوت. فتلاقي فيه الرسمة ليها صوتين. وفي الرسمة ليها تلات اصوات. ولاي الاوي اني بقى فيها اربع اصوات او نترجمها لاربع حروف عن ديما. فاحنا بنحب نسمي اللي هما الاحدية الصوت اللي هما تلاتين واحدة ولا حاجة زي كنا دول الابجادية. المنصرية القديمة. دي طبعا فيها آآ آآ تعدي على فلسفة اللغة. لان كان ممكن نفس الصوت يبقى له كزا رسمة. لان الكزا رسمة دول لهم كزا معنا. فيتهيق لنا انه نفس الصوت لكنه في الحقيقة مش نفس الصوت. والفروقات دي وصلت في الكتابة لغاية الانجليزية. يعني عدت في الكتابة الاغريقي ووصلت للانجليزية يعني مسلا ليه احنا بنكتب كلمة لو في حد النهاردة طفل لسه ما شافش الحروف الانجليزية بيتعلمها وما شافش كلمة هيكتب كامستري ازاي? اول حرف هيبقى ايه? ده المنطقي. بس احنا ما بنكتبش بالك. بنكتب سي اتش. نروح للفرنساويين يمكن الانجليز غلطانين يا سيدي. نروح للفرنساويين. ما بيسموهاش كامستري. بسموها ده غريب جدا. يعني هم ضحوا بالصوت او الانجليز ضحوا بالصوت واللي اتنين اتفقوا عالكتابة. يعني الكتابة اللي احنا ورسنها من الاغريق او من اللاتيني وبعدين قابلوهم الاغريق. مهمة لدرجة اننا ننطقها زي ما ننطقها بس هو الحرف هو مش ك ومش سي هو سي اتش مش غريبة? طب ليه? لان الكلمة متاخدة من حرف اصله ما هواش ك قوي ما هواش ش قوي. هو حاجة في النص. زي شي وشاي وكده. مثلا. دي مش مكتوبة في حيطة بس انا انا تخيولي ان الحرف ده اللي لغاية النهاردة بيتقال. بس بيتقال في الاستخدام الشعبي الوحيد بتاع اننا بنحاول نخلي الحمار يتحرك اسرع. نقول له. احا ايو. الحرف ده من الحروف اللي ما زالت موجودة في جنوب افريقيا. عننا حرف تاني شبهه. حرف ده مش مش به. وده مش بي. ده حرف حقيقي. انا مش بقولك. ده حرف حقيقي. فين? في افريقيا? موجود في افريقيا واحنا ما زلنا بستخدمه. في البوس. اه اوكي ايوه. وما هوش با. هو انت بتشفوتها شوية. فبيطلع فيه 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 هوا في الموضوع. فيه تفرقعة. فيه هوا في الموضوع. اللطيف ان ان كيميستري وشيميه جاية من كلمة بتقولك هو ايه معناها اصلا الكلمة دي? كيميه في العربي. شيميه. ليه? ليه? انتوا ليه متفقين على الكلمة يا جماعة? لان ليها اصل. الرجل الاغريقي. اللي كان بيعلم العلم ده. وكلمة الكيمي. مو دول كانوا علم واحد زمان. كان بيسموها كيميستري او كيمي او كيميا او كلام من ده. ليه? كان بيسميها كده. لانه تعلمها في بلد اسمها كيميه. كيميه. او كيميت. اه. اللي هي مصر. اه. فانا روح تتعلم السينما في امريكا. ارض السينما. هارجع بلدنا ممكن اسميها سينما زي ما هم بيسموها. وممكن اقول لهم انا هعلمكم بقى انا اعمل حاجة اسمها الامريكاني. بقيت انا احمد الامريكاني. بتاع بتاع السينما. اوكي? فهم خدوا الكلمة دي. فالكلمة دي لان اول حرف ما هيش ك صريحة. كتبوها بطريقة تانية. وقعدت تتحرك بقى في اه في اشكال مختلفة. زي حرف الخ. وهو مش موجود برضو. اه موجود في في اليوناني. لكن مش موجود في اللغات الاوروبية الغربية. فنكتب هزي كي اتش. كي. نكتبها اكس ساعات. غريبة اكس دي. اه هي بقى. ليه? لانه هو الحرف اللي كان خ في اليوناني كان شكله اكس. فلما الروماني بقى والغربيين نقلوه نقلوه بشكله. بننقل بالشكل. فلما نقل الشكل هو بينطقها اكس. 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 فبقيت اكس. من الكلمات والحاجات اللي ممكن نفكر فيها انه عندنا في كلمة اسمها خلينا نشيل حروف الحركة. عشان نقرب للعربي او نقرب للمصر القديم بنشيل حروف الحركة. لان الكسرة والفتحة والحاجات دي كلها بتتزود هي اسهل في الاوروبي. لكن ما بتبقاش عارف هو ده حرف الاوروبي. ولا مجرد تحريك للحرف. اه. فاكسبرت هنشيل الاي والاي هادي يبقى يبضل لنا ايه? اكس بي ار تي. لما تيجي تروح على اكس بي. خ بي ري تي. يبقى عندك خبرة. ايه ده? ايه اللعب ده? ازاي? ازاي? يا اما دول خدوها من دول. واحنا ما نعرفش يعني ان الاوروبيين راحوا تعلنوا في الجزيرة العربية عشان ينقلوا الكلمة دي. ولا ان العرب راحوا اوروبا تعلنوا. يا اما ان في بابا او ماما خلف ده وخلف ده. نبص على والخبرة والاكسبرت في مصر القديمة. كانت ايه? كانت الجعران. اللي كان اسمه خبر. مؤنس بتاعه هيبقى خبرة او خبرت او اكسبرت. كان معناها ايه وقتها? كان معناها اللي بنسميه النهاردة المريد. المريد هو الشخص اللي بيمسك شخص يععد يتعلم منه او موضوع يععد يدرس فيه. اه. فزي فده من الحروف اللي هي ليها تلات اصوات. من الرموز اللي هي هي تلات اصوات. هو الرسمة بتاعة الجعران هي خبر على بعضها كده. طبو حرف الخه عمل ازاي? الحهر واحد وحاجة تانية. الخه. الخه. الخه لوحد وحاجة تانية بس هو ده خبر على بعض. بس اقزي حرف الخه شكله من ازاي? اه. شكله مدور وبخطوط بالعرض. فقريب شوية برضو مجعران يعني. شوية بس هو جاي من حتة تانية. اوكي. الجعران ليه اعلقته بالخبرة? ده حشرة. الجعران حسب القصص قلينا نقول الجعران بالانجليز اسمه دانج بيتل. اللي هو خنفسة الراوث. تمام? ليه? لان الجعران بياخد فضلات الحيوانات ويعمل بيها كرة. ويبيت جواها. اوكي? فدورة حياة الجعران غريبة جدا. ومش عارف بقى هنشيل حاجات في الايدت ولا هنعمل بيوك ولا ايه? عادي. اتكلم براحتك. اتكلم براحتك. ان الجعران السغنان كبيضة هو مولود في كرة من الراوث. فاول ما بيشوف حياته بيشوف اللي بالبلد نقدر نتخيله حياة روث. اوكي? وبيخرج منه بقراته. لغاية ما يكبر. ويقدر يعمل ايه? في اه مثل بلدي بيقول الشاطر او الشخص الخبير يقدر يعمل من الفسيخ? شرباط. فهو بيعمل ايه? هو بيجمع الراوث ده. بيجمعه ويعمل اللي هو اوطى حاجة في العالم. اسوء حاجة في العالم. بيعمل منها ايه? بيعمل منها كورة. الكورة في علم الجوومتري او لدرجة ان الناس بتوعهم الهندسة والقدسة بيقول ان الانسان عبارة عن ايه? عبارة عن كورة. ومعاها جهاز لحياة الكورة. مم. كورة ومعاها دراعات تخدم الكورة. ليه الكورة كده? لان هي مش مسلا مربع المربع تيجي تتريمي معاه تلاقيه خط مستقيم. وبعين فجأة ايه غاية ويبقى اه تمام? ويبقى خط مستقيم تاني. اه اه حصدقك بقى? لا يغير رأيه. المسلس نفس الموضوع كله. حتى الدايرة. الدايرة مش كورة. الدايرة من ناحية شكلها كده. ومن ناحية تانية شكلها كده. مين اللي ما بيغيرش رأيه? الكورة. امسكها من اي ناحية. طيب نبص على الكائنات العليا اللي ما بيغيرش رأيها. مين? اللي احنا بنقدر نشوفها? الكواكب. تلاقي شكلها ايه? كورة. وحتى مؤخرا اه بلوتو طلعوه قالك ده مش كوكب. ليه? من اسباب انه مش كوكب ايه? عشان مش اه. مش المشكورة. طب هو ايه علاقة? اه اه هيئة الفلك الدولية بالفلسفة القديمة والهندسة الملهاش. لكن في واحد. في اصل واحد في معنى. بيتجسد. هم قدروا يفهموا ده قال. ده مش كوكب. ده مش متجسد فيه كوكب. لان الكوكب لازم يكون حاجة كبيرة بما تكفي لدرجة ان هي الجاذبية بتاعتها تكون بتكسر شكل الزلطة فيبقى. بدل ما هو زلطة او نايزك يبقى كورة. بمعنى ايه? ان الكورة هي اتم الاشياء. واتم الاشكال. واو. فالجعران صديقنا بيعمل من ادنى الاشياء اتم الاشياء. فيبقى شكله انه بيزق الشمس. بيوجد بداية الشمس. لان هو بيزق الكورة دي. فيصبح مجنح. لان هو رغم ان هو على الارض وخارج من الاصل السيء البسيط ده الحقير ده. الا انه عمل من الفيسيخ واسوأ من الفيسيخ الشرباط واللي احلم الشرباط. فيبقى هو ارتقى. فاجناحته بدل ما هي جوه. المحبس بتاعها اصبحت. ده معنى كلمة هو الشخص اللي ما كان شايف هم فيها وفضل وراها ويجمع من هنا حتة حقيرة ويجمع من هنا من استاذ كان بيتريق عليه. ومن هنا سطر غلط في بحث مالوش معنى. ويعمل بيها حاجة. من كسس الجميلة قوي اللي ما اسمعتها في صراحة. ودي كسسة يعني موجودة في يعني دي كسس من كسس المصريين والقدماء. يعني موجودة في مثلا في بردية مسلا او كده. لا. هم بيستخدموا الحاجات دي. ده تفسيرك انت بعد دراسة. ده تفسيري بعد كل اللي انا عادت اشتغل عليه بقى يعني عشرين سنة ولا حاجة. المعاني دي. وكان ليه اساتزة كتير كل حد منهم بعرف منه حتة. واو. طب هو في جدال ما بين اللي بيتكلموا انجلش والبيتكلموا عربي. هما ايه ما يعرفوش ان اصلا الكلمة اصلها يعني مصر القديمة. طبعا. لانه ما حدش بيكلم هيرجليفي قوي فخلاص فضعت الحقيقة يعني. دي نقطة. وفيه نقطة تانية. هو لو انا طلعت ان انا لاصل الكلمة. يبقى واحد فينا كسب. لو طلعت انتي لاصل الكلمة يبقى واحد فينا كسب. لو طلعنا بقى مصر القديمة هي لاصل الكلمة. احنا اللي انخسرنا. فاتجاه الميل الانساني احنا بشر في الاخر. فانا حاوبة انه ابقى انا اصل الحاجة ابقى انا اللي علمت. كنت حابة تبقى انتي اللي علمتين. كون ان لينا استاذ بقى في حتة تانية. والاستاذ ده الله يرحمه بقى. فبنحاول نشوف مين فينا الاشتر. ايوة. عادي تنافس بناءت مين عادي يعني. يعني احنا اللي بيحصل ايه? عندي احنا الاتين في الحضانة. وعندنا الاستاذ. تمام? فارك علمنا حاجة. وإحنا بنتنافس على ايه? مين فينا الاول ومين فينا التاني في الفصل? مم. فانقول انا اشتر واحد في السبيلنج. انا اشتر واحد في الرسم. انا اشتر واحد. اشتر واحد فين? في الناس اللي في الحضانة. ممش? اه. ممكن يكون في اصلا قبل الهيروغليفي حاجة تانية كمان. قد يكون. لكن القصة. في جديد على ده على فكرة? دليل? ان هيروغليفي جاي اصلا من حاجة اقدم. مفيش. لا. كل وكل حاجة بتقول ان ده كان اول شيء. ما هو من 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 وجهة النظر الحديثة والمعصرة في الابحاث بتاعتنا بنروح ايدين اول حاجة كانت الهيروغليفي. روح بقى الاهل الهيروغليفي يقولك اول حاجة كانت الطبيعة. احنا ما كتبناش غير اللي قرينا في الطبيعة. احنا قرينا في الطبيعة. النصر بيقول اه. فرسلنا النصر بيقول اه. هو من وجهة نظر وهو ما اخترعهاش. وبالنسبة لهم جهوتي كان مين بالزبط يعني هي كان. جهوتي كان ناتر. اللي هو اللي بيتسمى النهاردة اه 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 اله. بس احنا اتكلمنا على انه ده دي تسمية اه غلط. لانه اه اه كان في نظرة اه اوروبية والاوروبيين هما اللي ليهم الفضل في عادة اه اكتشاف ده. فالشخص اللي اخترع الحاجة او اكترع يكتشف طبعا بيسيب بصمة. كانوا بيترجموا اللي هما بيشوفوه في مصر قديمة من اللي هما يعرفوه عن الرومان والاغريق. فهما اخدوا النسخة دي فقال يبقى فيه الهة. فخلينا ندور على الالهة دي. اوكي. فطبعا اللي بيدور على الحاجة بيلاقيها. يعني انا لو بدور على غلطة عندها. هلاقي الغلطة. اه يا غلطة كتير. فهم دوروا على الالهة فلاقوها. فسموها الهة. رغم ان المصري ما سمهاش الهة. وبال والرموز يعني كتابة المصرية كانت بتدي احترام كبير وتقديس للنترو وللملك. يعني في فئة من الكائنات بتأثر على حياة الناس كتير قوي. ووجودها بيكون وجود طبيعي. يعني ايه وجود طبيعي يعني بالتفكير والتخطيط مش هنعرف نغيرها. فالفئة دي من الحاجات كانت بتتشاف انها حاجة آآ كبيرة وكانت في بعض الحاجات بتاخد رموز شبه بعضها. وده اللي خلى الاوروبي بيصمم على انه يقول يبقى كانوا بيعبدوا الملك. ما حدش كان بيعبدوا خالص. خالص. فبالعكس يعني اصل اسهل حاجة يعني ما نروح المتحى في المصري ولا نروح اي الحمد لله يعني عندنا مصيبة انه اثارنا موجودة في العالم كله. فاي حد في اي حتة يقدر يروح يشوف الاثار المصري. هتلاقي الملك بيقدم قربين. ودي معروفة. طب انت ايه اله بتقدم قربين لمين حضرتك. يعني يعني الرسمة دي او التمثال ده ببساطة شديدة يقول انه الملك نفسه شايف نفسه عارف انه هو آآ مش اله. فهو آآ هو في مرتبة اعلى من البشر زي ممكن نتكلم عنهم شبه الابطال البطل الهنا النهاردة آآ بنتكلم على آآ الناس المشهورة ونحب نصور معاهم ونحب نقول ان فلان شرير قوي او فلان طيبة قوي. في نظرة آآ آآ تبسيطية للاشخاص الكبيرة دي. فده اللي كان ممكن يكون رجل الشارع بيبص للنتر على اساسه او للملك على اساسه. لكن العالم ما كانش بيبص للحاجات دي. يعني الملك كان كاهن. لو هو اله نبقى ازاي هيبقى كاهن لمين? تمام? يعني كان عليه واجبات دينية وعليه شروط انه الساعة كزا يعمل كزا والساعة كزا يعمل كزا. لو عايزين نبص على آآ آآ بطريقة حديثة شوية للتقريب مش هي المزبوطة قوي. ممكن نقول النترو حاجة شبه الاولية والقدسين. احنا بنيجي نروح قيلين والله فلان ده الولي آآ الرفاعي. وفي حاجة اسمها الرفاعية وهم الناس بيتعاملوا مع التعابين. فنيجي نروح قيلين والله الرفاعي ده ده الولي المرتبط بالتعابين. طب الرفاعي بيعمل ايه? كان بيساعد الناس يطلعوا بتعبين من بيوتهم. فاصبح ولي الحماية والتعابين. بعدها بشوية بتدي ارسموا. هرسموا ازاي? هرسموا برعاة تعبين. او بأداة بتستخدم لاستخراج التعابين. والاااا القصة المشهورة النهاردة انه الرفاعية واخدين عهود من الااا الرفاعي. آآ وان هما ملك التعابين متفق مع الشيخ بتاعهم انه في اه اتفاقية انه الرفاعية مش هيئزوا التعابين. عشان كده بيقدروا يستخرجوا التعابين وغير ما يئزوا نفسهم ولا يئزوا. قصة دي موجودة النهاردة سنة الفين واربعة وشرين موجودة. اوكي? فهي دي نفس الطريقة ان عندك نهاردة هعندك صور لمحمد صلاح. محمد صلاح ده ايه? صور بقى على البيكروباس وعلى الهاوي. ده بيعمل ايه? ما نعرفش بعد شوية هيبقى في قصة ان محمد صلاح ده هو البطل المصري اللي قدر يروح آآ انجلترا. وهو اللي آآ عمل ليفر بول. عمل اسم الليفر بول. بعد بعمل اسم الليفر بول هتبقى عمل الليفر بول. تمام? وحيبقى هو آآ آآ يعني ممثل آآ للسرعة والدقة. رمز. اصبح رمز. وهو حقيقي كده بالمناسبة. مم. يعني ربنا ادى له سرعة. اكتر مما اداني كتير. ادى له دقة اكتر مما اداني كتير. ادى آآ صمود ومثابرة. الراجل ده كان بيجي بيسافر عشان ياخد يتمرن. بيسافر ييجي القاهرة يتمرن ويروح. كل يوم. ايه ده? فربنا ادى له هذه. فالواحد لما يحب يقول يا رب. الديني المسابرة. فممكن يقول يا رب الديني مسابرة صلاح. فهينا بيبتل يتحاول. لكن هل صلاح ده? اله. ما احيي بعد شوية يقول لك اصلا النصريين القدماء كانوا بيعابدوه. وجوف ده كان في كل الاهوي كان فيه. والاهوة دي كان بيعودوا يشربوا. والدخان ده كان بخور بتاع المعبد ده. ما هواش عرفوا. جايلي بعد اربعة حمس تلاف سنة عشان. اوكي? وفي نصوص موجودة زي فكرة الواعة دي. بنحب ننساها لانه هتباوز لنا حاجات كتير. هتباوز قصة. انا كنت عايز السألك على حاجة. ممكن نرجع لكلمة عشان احنا تكلمنا عن كيميشتري والكامي وكده. اي اصل الكيميت وهو مصر اللي ديما ساعتها كانت نفسها كيميت او يعني اي حكاية كيميت ده? من ال من الاسامي المشهورة لمصر القديمة كيميت. آآ اللي جاية منها كيمية وقال كيمية. اللي فيها سنة سحر. اللي هي من الحاجات اللي احنا نعرفها عن مصر. حرف الكافي اللي موجود في كيميت طيب خلينا ناخد الته. اللغة المصرية اتطورت تطورات كتير او في ناس بتحب تقول انه اخر مرحلة لها كانت المرحلة الابطي انا بحب اقول انه اخر مرحلة لها هي المرحلة اللي احنا موجودين فيها النهاردة. لان لو اي حد دارس اه اه بعشرة جنيه تاريخ لغات اه امسك حاجة اسمها ولا نفهمه ولا اه تمام? اه في حاجة اللي هو اللي في النص ده. نعم احنا متكلم على ان لو رحنا مسلا اه 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 الف سنة اللي فاتت او الفين سنة اللي فاتت هو ده انجليزي. بس احنا مش سنة الوراء ده حيبقى مصري بس مش نفهمه اللي هو او المصري قديم. تمام? فانا ببصر الموضوع انه اه والانجليزي بالمناسبة هو لغة محترمة جدا. اه واسمها انجليزي وما محدش بيجي روح اقايل عليها ان دي اه الماني. رغم ان اللي دارس لغة بيروح اقايل والله ان الانجليزي له جدرين. جدر جرماني وجدر او الماني وجدر لاتيني او ايطالي لو عايزين نسميه. يعني الاسامي دي بتخلينا ندخل في آآ في اللخبطة كتير. فالمصري المعاصر اللي احنا بنتكلمه دلوقتي ده. ده له جدر آآ مصري قديم له جدر عربي. له جدر انجليزي له جدر ايطالي له يعني في كلمات كتير احنا بنتكلمها فاكرين انها بتلو. ده ايه ده? ايه كلمة دي? لغة عربية فصيحة? لأ طبعا. بنتكلمه ده ايطالي. تمام? آآ انا مجد كلمة كاميرا وكمبيوتر اللي هي كلمات اللي احنا. باينة. ما زالت باينة. طلعي دي كده الفين سنة القدام وتفرجي. تمام? ولو يومها مصر بقت آآ آآ البلد الكوبرا في العالم. هيقولك احنا اللي علمنا اطلعينا كلمة كاميرا. يعني سهلة. مدامة الدنيا ضع. فكلمة آآ كاميرها حرف تا. لو رحنا للمرحلة اللي اتكتبت. الحمد لله ان احنا عندنا مرحلة اللي اتكتبت آآ آآ بالحروف اليونانية ببعض الحروف المصرية اللي هي الخط الابطي. هتلاقي انه ما بينطقوش كامت كامت. بينطقوها ايه? كامة. غريبة حرفك ده راح فين? الابطي بيكتب اللي احنا بننطقه. زي النهاردة الفرانكو. الفرانكو احنا اللي بنتكلمه ده ممكن ان احنا نعمله آآ آآ كتابة بالحروف العربي. بالحروف العربي. وممكن نعمله بالحروف الفرانكو. يعني حروف نروح كاتبين سبعة. او ار او يو اف. بقت حروف. فلما اجي اكتب ان انا رحت المدرسة لما بكتبها بالفرانكو. اخر حرف بيبقى ايه? 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 مدرسة. لكن اخر حرف في الحقيقي ايه? ته. بنفس الطريقة دي. المرحولة الابطي سجلت ان الته في كيمت ما كانتش بتتنطق. كيمة. عشان كده انا لما جيت قلت مش كيمت اسمه مصر. اللي بنقولها كيمت. ليه? لان الاوروبي لما يجي بعد اربعة تلاف سنة يفك او الاسترالي او القارة المتجمدة الجنوبية لما يجوا يستكشفوا بقى المنطقة دي من خمس تلاف سنة حصل فيها. هيجي قرى كلمة مدرسة. هيلاقي انها لو عارف يفكها كويس. هيقراها مش هيبقى عارف ازاي اتنطقت الكلمة من خمس اه حروف سكنة. تمام? وهينطقها مدرسات. هتلاقوا كتير قوي من الكلمات المصرية القديمة بنعتبر انه ان في كسرة. تمام? آآ آآ فيك حروف كتير كده. ليه? لانه الاوروبي لما جيه قال احنا مش عارفين التشكيل بتاعها ايه? قال اللي نعرف تشكيله نكتبه. اللي ما نعرفش تشكيله هيبقى كسرة. وكلمة كمية نفسها كانت لها معانا معانا ساعتها? انا ما عرف لهاش آآ 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 يعني حقول لك المعاني بتاعتها. لانه احتمال يكون دلع. اسم دلع. المصرين بيحب شعب لطيف شعب يحب يدلع. آآ تلاقي انه آآ الممثلين الكبار والمغنين الكبار ليهم دايما دلع. العندليب الاسمر آآ كوكبش يعني لازم فيه. ومصر شخصيا لازم تدلع. فهي المحروسة وآآ يعني لازم يبقى فيه الحتة دي. كلمة آآ كيمة او كيمة لان هي انا اظن انها ته مربوطة. لكن هي ته المربوطة كان بتكتب ته في الحالات كلها. والمناسبة شكل الته في المصر القديم نفس شكل الته المربوطة في العربي. بس من غير نقطتين. كان شكل غيف عيش. شكل ممكن نكلم فيها لو عندنا وقت. فكم هي كلمة طلع منها كلمتين. آآ وموجودين في العربي. الحمد لله. فالدنيا سهلة جدا. الكمال. فكم يعني الكاملة. فلما انا ساميها المحروسة او ساميها الكاملة هي نفس الحاجة. فلما اجي اقول ان انا كملت الحاجة فتبقى كملت فهي كما. لكن لها كلمة تانية برضو موجودة في البلد على اقل. آآ قامت. عندنا كلمة اسمها قامت. آآ اللي هي في العربي قاتم. بس احنا بنستخدم هي? بنستخدمها على ان الجو قامت. هو الجو مش غامق. هو الجو قافل علينا. او اللون قاتم او آآ قامت يعني رماضي غامق وحاجة كده. لان كم وكمة معناها اسود. عشان كده قالوا الله ده كما هي معناها السودة. فهما كانوا سود. يعني دخلوا من حتة. جي من الحاجات برضو اللي كنت بتقولي لي اتأثرنا ازاي نخسر لغتنا. اننا بنسمع الكلمة دي ونصدق. تجي تبصي في الخموص اه هي معناها كده بس هي مش المعنى الوحيد. انا لو انا بلعب اللغة بتاعت دي لغتي كنت التريقت عليهم على طول. آآ فهي السودة او الغمقة اللي هي الرصينة اللي هي كمان احنا كان عندنا في تفرقة لانه ارضنا كان بتتقسم لنوعين او لارضين. ارض بنزرعها اسمها كما. اللي هي غمقة. عصد الزراعية طينية بني سودة. وارض تانية حمرة. اللي هي السحرة. الشعوب القديمة. آآ وده من علامات ان اللغة دي قديمة. تلاقي ما فيش تفرقة جمدة ما بين الحروق الالوان. يعني احنا لغاية النهاردة لما نيجي نتكلم مع حد من الفلاحين آآ اللون البرتقاني كان لون مركب مش موجود قوي. فالبرتقاني يتسمى احمر ويتسمى اصفر. طب والتاني ده اصفر برضو. طب التاني احمر برضو معايتي. نعم. الشعوب القديمة قوي اللي بنسميها بدائية. كان لنوم لونين بس? يوازوا الغمق الفاتح. ابيض وزود. لما اتطوروا شوية بقى عندهم اللون الفائع. يدخل بقى جوا ازرق او ازرق او ازرق او فيروزي او فيروزي انت بتتكلم في دقائق غريبة بورتقاني. ليه? ليه بتتعب نفسك كده? فعندهم تلات المان. فاحنا كان عندنا الارض الغمقة وفيه الارض الحمرة. ليه كان اسمها ايه? اللي هي الصحرة دي? الديشرت هو اللي احنا النهاردة بنسميه. تمام? هتلاقي حتة انا بشبه اللغة المصرية القديمة وعبقرية اللغة المصرية القديمة بالمراية او اللي وقعت داشدشت. لو حصل لاي حد آآ آآ هذا الحادث القليم هتلاقي انك بتقعد تنظف شهور لان الازاز بقى موجود في كل حتة. حتة صغيرة هنا 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 عشان تركب دي تاني حتاك تجمع كل ده. فحتلاقي حتة موجودة في العربي. هتلاقي حتة موجودة في اللاتينيا. هتلاقي حتة موجودة في الانجليزي. هتلاقي حتة في حاجات غريبة جدا يا حتة الازاز دي حتة غريبة جدا احنا لنا مسلا كلمة النهاردة اسمها كبوت. كبوت العربية. ايه الكبوت العربية ده? الغطى بتاع المطور. ده الكبوت القداماني. العربيات اللي مطورها قدام. في كبوت وراني. وغطى آآ شنطة العربية. احنا اسامي قطع العربيات واخدينها في مصر معظمها من فرنسا. يبدو ان اول واحد دخل لنا العربية كان فرنساوي او الميكانيكية كان الفرنساوي ايان كان. فاحنا واخدين الكلمة دي من الفرنساويين. لان كبوت هو الغطى بتاع صندوق العربي. نرجع بقى الورا. بعد ان ما انا قاعد بدنا نطلع له قدام اربعة تلاف سنة. نرجع الورا اربعة تلاف سنة. يا تارى المصريين كانوا بيسموا غطى اي علبة كبيرة ايه? عنديك اختيار واحد بس. بتكسبي معانا. كبوت. انتي بتذكري بقى مصري قديم. فهي كلمة مصرية بس احنا احنا كمصريين تعليمنا بفرنساويين? بس احنا كلمة مصريين. فزي ماما. في اي دراسة معلش يعني في اي دراسة عمو من في العالم. دلوقتي بتقول يعني ادي ايه اللغات الحديثة جاية اصلا من مصر لديمة. في اي معلومة عن موضوع ده? في حاجات يعني لو دخلت النهاردة على ويكيبيديا. اللي هي تتكلم على المعلومات المتفقة عليها. هتلاقي ان والله الحروف العربي اصلها حروف نبطي. الحروف النبطي اصلها حروف اه بروتو سيناوي. اللي هي حروف مصرية قديمة بس اه في الرقعة. اللي هي زي الديموتيقي دي. اللي هي كتابة العمال وكتابة الصناعية. اللي هي جاية من الهيروجليفي. طيب هو بالعقل كده. انا ليه حنقل حاجات من المصر القديم الحروف ازا كانت الكلمات بنقلها من حتة تانية. الحروف العربي اصلها حاجة اسمها حروف نبطي. نبطي دي منطقة اه حوالين الاردن. في الاردن حوالين الاردن. الحروف دي جاية من الحروف السيناوي. اللي هي كانت في سينة. اللي هي كانوا العمال المصريين بيكتبوها والمشرف العمال اللي هناك واللي كان كان في تجارة ما بين البلاد دي وبعضها او المناطق دي وبعضها لان مش بالضرورة كان بلاد يعني. فالتاجر عايز يكتب لستة الحاجات اللي اشتراها. فبيكتب بايه? فمعندوش كتابة. فبيتعلم من المصريين. فيقول له انا عايز يجي يقول له يعلمه بقى كتابة الكتابة المقدسة. لا مش هيعلمه الكتابة. هو نفسه ممنوع انه يتعلمها. لانه ما هيبوزها. لانها حروف حية. فحيستخدمها في حاجات هو مش فاهمها. لان فيها تعبين مسلا. فالتعبان الحي ده له اثر غير العصفور. يعني. فالكتابة المقدسة مش للعوام. فانت حتتعلم شوية حروف صغيرة. فالحروف دي هتتعلمها. فهو الراجل لما تعلمها نقلها لاهله. هي جاية منين بقى اللي تعلمها ونقلها لاهله من سيناء. جاية منين دي? جاية من الراجل المصري اللي كان بيروح سيناء واللي كان بيتاجر مع الناس اللي في سيناء فكان بيتاجر في المنطقة دي. فالحروف دي اتنقلت بالتجار من سيناء اللي هي جاية من الارض السودة بتاعتنا. ففا فا اه لو رجعنا نقول ان كيمت او كيمة اه زي ما غالبا كانت بتتنطق اه او كيمة زي ما غالبا كانت بتتنطق او كيمة بالطرقة اعلى انا مبعرفش اقولها اه كانت الارض المزروعة مش مصر السياسيا وعسكريا تحت السلطة المصرية. دي بلد اكبر. يا زي ما نقول ودي النيل. ودي النيل ما الوحات بتاعتنا برضو بس 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 ما ياش ودي النيل. فكيمة? اه ممكن تقول انها اسم بلدنا وممكن اه نتكلم على حاجة اوسع وكان من الاسامي برضو تامري اللي هي الارض المحبوبة. وتلاقي كل الاسامي فيها فيه الحتة الدلعة دي. بس برضو يعني الفكرة انا حاجة كتير قوي جاي من مصر القديمة بالنسبة للغات الحديثة. بس مفيش اي يعني دراسات مفيش اي الطريقة انا احنا نعرف ادي اي جاي اصلا من يعني بس. هتضطر تتقمس الجعران وتجمع حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا. ودي حاجة انا بشتغل عليها. لكن طبعا فرض الوحدو مهما عملت عامل ايه. لكن على اقل احنا بنتكلم على احنا لقينا دي ولقينا دي ولقينا دي. فطيب في حد تاني ممكن ان هو يدرس بقى الباقي ده. وبعض الناس بتقول على حتة ان والله الكلمة دي اصلها كزا. لكن انا ما ظنش ان فيه اي آآ آآ قاموس بيسموه في العربي تأثيلي فرانساوي بيقول ان كلمة جاية من جاية مسلا من اللاتيني اللي جاية من مش عارف فين اللي جاية من مصر مش هيقدر يعرفها. في كلمات كتير لغاية النهاردة الناس تيجي تسمعها يقول مسلا آآ دي اصلها تركي. دي اصلها هندي. دي اصلها ايطائق وهي مصري قديم. كلمات كتير جدا. فالاسف لا ما عنديناش اللي هو الاصول المصرية للآآ اللغات دي او الاصول المصرية للممارسات الروحانية الفلانية او للعادات الفلانية دي مش موجودة قوي. لكن اللي مهتمين ابتدوا يجمعوها. طبعا يبقى جميل لو هي اتعملت برضو بشكل رسمي مسلا لو في. طبعا. لو مسلا وزارة مسلا القصار مسلا قررت ان هي تعمل مركز مسلا آآ للبحث في اللغة دي القديمة وكده. يعني يبقى جميل. طبعا. نتمنى ان ده يحصل. دي دي بتبقى محتاجة حاجة آآ احنا مش مش بنعملها قوي في مصر وهي في العالم نسبيا جديدة. اللي هي الفرق متعددة المجالات. اللي هي اللي بيسموها. الفريق ممكن يبقى تحت مسلا وزارة القصار. لكن الفريق نفسه فيه لغويين. وتحديدا تأثليين الناس اللي بتشوف اصل الكلمة. هم هم معرفش يعمل لك جملة باللغة اللي هو بيدرسها. مش مش ده مش ده تدوير بتاعه. انما تدويره على الاصل الكلمة دي جاية منين. آآ آآ هيبقى في حالتنا احنا مختلف عن اللغات تانية كتير لان لازم حد بيكون نفاهم في المعاني اللي وراء الكلمة. احنا كلمات المصرية القديمة. الكلمة ليها معاني في رسمتها. يعني سهل قوي نحنا كلمة طائر هي آآ منرسم النصر. فدي معناها نصر ومعناها طائر. لكن لما بنجي بنحط بقى معاني مركبة يعني مسلا عندنا كلمة اسمها فا او فاي. فا دي معناها يرفع او يرتفع. فهي الحرف التاني بتاعها آآ اللي هو النصر اللي هو بيبقى فوق. الحرف الاولاني بتاعها ايه? تعبان. تعبان تحديدا اسمه التريشة. تحديدا ده اللي هو اللي هو التعبان المقرن اللي هو عنده ارنين. تمام? اللي بيدور في حاجة بالانجليز اسمها فالتعبان ده له خصائص مختلفة عن باقية التعبين. نمرة واحد لما بيهجم بيقول فو. مش الصوت اللي احنا معتدينه بتاع التعبين الوث. عنده بس عنده فو. فبقى فيه. اللطيف ان هو مقرن. فعنده ارنين. فهو شكله كده. اللي لو وقفناه كده يبقى او كده حرف الاف اللي اللاتيني. اوكي? من خصائصه انه لما بيمشي يجي يقف ما يفضلش واقف. يحرك نفسه كده. عشان الرمل يطلع فوقه. فما يبقاش بين منه غير الارنين. ويمكن عينه. عشان يقدر يهجم على الحاجات اللي جاية. وبالتالي هو كائن مش بس على الارض. ده تحت الارض. فبيمثل الحاجات اللي تحت. فلما اجي اقول يرفع يعني يشيل من تحت الفوق. فاروح اي الحرف ف اللي بيمثل الحاجة اللي تحت. واقول اه فا. فاروحت من فوق من تحت لفوق. فدي كلمة. كلمات كتير كده بقى. وبتتنسي طبعا اكيد اكيد المصريين سنة الف قبل الميلاد ما كنوش فاكرين معنا الحاجات دي. لكن اللي اللي عملها. عشان كده هما بيقولوا. ان دي لغة سماوية. دي لغة نزلالنا من فوق. حروف نزلالنا من فوق. احنا تعلمناها. مش اخترعناها. طب فكرة اه انه الحروف اه اه انها تبقى حية. ده ايه يعني مسلا يعني هي عندها طاقة يعني مسلا لو كتبت مسلا حاجة معينة. اه مسلا يحصل ايه? شحرنا اخر. خلينا نقول ان في ناس بتقول كده. عشان برضو الناس. بس هما ما قالوش نفسهم. يعني هما المصريين كده ما كانوا بيقولوا ان الحروف دي حية. في رسومات في بعض المعابد. اه وبعض البرديات. الحروف الخطر مرسوم عليها سكينة. يعني الحرف التعبان ده مرسوم فوقه سكينة. عشان. تحذير يعني. ممكن تحذير. وممكن عشان لحظة ما يرجعوا ويعيشوا. سكينة تققى عليه. هما بيتكلموا على ان ده وعاء. الحرف ما هواش حرف. مش احنا نقدر نرسم الفه مسلس. لا عايزينه دايرة. طب يلا افصل ما بيننا. فتروح انت اقيل دايرة فنرسمه دايرة. لا هي مش كده. هو فيه في الطبيعة حد بيقول ف. اللي هي دي. وفي طبيعتها انها تحت. فلما تجسد فيها. هي الحروف او الاسوات. تجسدت. فالاسوات تجسدت. لما حب حرف الاع. صوت الاع. يتجسد. تجسد في حاجة عالية. وبتطير. وبتعشش. العش بتاعه. يعني هو نايم. قاعد فوق. في جابل المسل. العلو لما حب يتجسد. تجسد فيه. فالعلو. والصوت. الاتنين متقربين. في عالم الافكار. غير عالم المادة. عالم المادة. المغناطيس. الجنوب بيجتزب ايه? الشمال. الشحنة المجابة بتكتزب الشحنة السالبة. ده عالم المادة. الاضاض بتتجازب. العكس بعض بيتجازب. عشان كده الراجل بيتجاوز الست. الاضاض. ليه? لان هما بيتجاوزوا على المستوى المادي. لكن لما بيجي الراجل والست. يطلقوا روحيا. بيتلقوا مع ضدهم ولا بيتلقوا مع الشبيه? مع الشبيه. فعلى مستوى الروح. المتشابهات بتتجازب. على مستوى المادة المتشابهات تتنافر. انت شاطر في في الميكانيكا وانا شاطر في الميكانيكا. النوع دي. لا ده انا اشطر. ده ايه انت ايه بعد? انا. اكيد انا. لكن على مستوى الروحانيات انت عايز الناس تتعلم. وانا عايز الناس تتعلم. ياكيد. اوكي? فبنتجازب. فعلى مستوى الروحانيات روحانيات الصوت. الفه راح في نفس الحتة اللي الدنو راحت فيها. الا راحت في نفس الحتة اللي اللي اغتفاع راح فيها. فهم على على مستوى الروحاني. على المستوى المجرد. الا والعلو شبه بعض. البه والسبات شبه بعض. على المستوى الروحاني. فتجسدوا في نفس الحاجة وبالتالي الحرف اللي انت رسميه ده ده وعاء جسدي ملموس مرقي لمعاني روحية غير مرقية غير ملموسة فهمنا ان هم شبه بعض لانهم اختاروا نفس البيت اللي هو السبت اللي هو الرجل اللي هو البحيرة اللي هو حرف الشين بحيرة لانك انت وانت وقفة في البحيرة ومرسومة بحيرة بتلات وردات كبار حرف الشين كل وردة فيهم عليها زهرة ده حرف الشين البحيرة دي انا لو وقف فيها وبتحرك الازهار دي كلها هتعمل فما ينفعش اقرر ان الكاتكوت يبقى حرف الشين ما الطبيعة بتقول لي لأ النتر قال لي لأ اللي شفته في كتاب ربنا طبيعة كتاب ربنا الاولاني هو كده احنا قرناها من كتاب ربنا مش مش اخترعنا طيب فكرة انه ان الكلمات مش كلمات كده بس بس كمان يعني زي سبل محب بيقول حاجة تتحقق مثلا دي موجودة كمان بتهيقري في الفلسفة بتاعت مصر ما هي الاسوات دي ليها قوة ليها معنى هما بيقولوا ده عليها يعني في النصوص اللي انا اعرف ها بتتكلم على ان مثلا ده احنا مثلا لغاية النهاردة في مصر لما بنجي نعالج حد بنديله دوة واحنا بنديله الدوة بنعمل ايه بنقوله بالشفا بنقرع عليه ايات بنجيب حد بنطلب بتوسم فيكي انك حد قريب من ربنا فاقولك ادعيي لي احنا عندنا الرابطة دي في مصر القديمة الرابطة دي كانت مكتوبة في الكتب يعني احنا النهاردة في كتب الطب ما بيقولش وانت بتديله الدوة ادعيله ما بيقولش تمام الام ما زالت بتدعي لأولادها تمام وبعض الدكاترة ممكن يكونوا بيعملوا كده مثلا بالهنة والشفا بالهنة والشفا الواحد دي سمي يعني كل الحاجات دي اوكي الحاجات دي كلها نصلي قبل ما ناكل الكلام ده كله يعني البركة جاية من الصلاة زي ما التقى جاية من الاكل بس جزء من الموضوع جاي كده فكانت الوصفة تكون كالتالي الوصفة فيها الاتنين فيها اننا حنديله آآ ظهرت كزا آآ مغلية يعني في الوصفة وحنقول معاها كزا اوكي هي الوصفة الاتنين مع بعض ليه بنقول معاها كزا لان الكلمات ليها قوة شفائية ما كتبوش بقى جملة على فكرة الكلمات ليها قوة شفائية ما كتبوهاش بس الوصفة اللي بيوصف بيها باين فيها الكلام ده بين فيها الاعتقاد ده. دكتور كبارة عمل وصفات آآ الفرنسيوين والانجليز خطفوها من بعد عشان يعملوا بها ادوئ. فيها الوصفة دي. العقلية المعصرة آآ ما بتحبش الكلام ده. سواء العقلية الدينية او غير الدينية. العقلية اللي غير دينية بتقولك ده كلام فارغ. وما يسميها لكيش دعا. يا سبحان الله لما تيجي تلاقي المسلم المسيح يا او غيرهم. لما يجي يقرى الحاجات دي. في الكتب المعصرة يسميها لك ادعية. يقراها في الكتب القديمة يقولك تعويز سحرية. آآ مع الاشياء الريموت تاني وطلع عيلنا كده اربع تلاف سنة لقدام. انت اللي انت بتكتبه هيسمون تعويز سحرية انت كمان. هي نفسها. اوكي? فهي الفكرة انه هو اه الكلمات. بالمناسبة الكلمات هي تاني. الكلمة هي وعاء. وعاء لمعنى. انا لو 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 بقول بسم الله الرحمن الرحيم. وكده وخلاص. ان شاء الله يبقى ليها اثر. لكن مختلف عن ان انا اكون بس تحضر المعنى. فهي كلمة انه يقول. قول كزا وانت بتديله ده. مش بالضرورة يكون معناها اقول اللي هي اللي احنا بنقولها النهاردة. لو بتقول انا بالهانا الشفاء وساعات التريق بكلمة بالهانا والشفاء يا ستي. مش كنت تعزيمة. المعنى والشحنة العاطفية اللي انا ببعثها في اللحظة دي. مش مش متوافقة مع الكلمات. تمام? فهي اه ندر نقول لسؤالك اللي هو انه هل كانوا بيقولوا ان ليها اه الكلمات كانت تستخدم في العلاج واكيد كانت تستخدم في حاجات تانية. لكن انا ما عرفش انهم كتبوها الجملة كده انه من من شروط تعلم الطب انك انت. يهم دلوقتي بيعملوا مثلا تجارب على مثلا النباتات مثلا ويشغلوا لها يقولوا لها مثلا كلمة حلوة او كلمة وحشة. فدلوقتي اثبت انه ترددات الكلمات اللي هي الكلمات دي اصلا اصوات آآ ليها آآ ليها اثر على الحاجات. طبعا. فمش مش يعني مش فكرة مش فكرة مجنونة قوي ان الواحد يتخيل انه لو قال لحد بالهنة والشافة الاكل هيكون فعلا آآ فيه هنة والشافة ليه مثلا آآ يعني ما فيه تجارب هاي دلوقتي بتتعامل في مقصدي. وفكرك بحاجة تجربة سهلة جدا. مش فيه ناس بنتسميهم نفسهم حلوة حلوة في الطبيق. مم. نفس الوصفة بتطلع من ايدك حلوة من ايد انا ما تطلعش حلوة. نفس الوصفة تحسي كده ايه الفرق? الحب. انا نفسي بقى يعملوا تجربة انهم يشغلوا الاسوات دي. آآ خصوصا بتاعة اللغات الحديثة. آآ واحدة بني ادم بيقول للزرعة حب. بيقول نماء. بيقول آآ آآ صحة. بيقول. وواحدة تانية تكون آآ كمبيوتر اللي بيقولها. مش متسجلة انسان بواعي اتحط فيها. فرق الوعي وفرق النية دي هل هل هيعمل فرق ولا لا. طبعا فيه في فكرة مغناطة الشيء يعني انا ممكن اخد الحديدة اللي هي مش متمغناطة. ومع المغناطيس تشيل مغناطة. فممكن الكلمة اللي هي مش متركبة بالحروف الطبيعية. مع استخدام كلمة حب 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 حب. بالبعنى الجميل. واحد واثنين وعشر وعشر تلاف واحد على مدار آآ آآ الف سنة بيستخدموها. ممكن كلمة تتمغنط. بس ده احنا كده بندخل في حتا آآ شفت شفت العالم الياباني اللي عمل الدرسات على المية والناس اللي بيتكلمة المية والشكله عاملة زي. اسمو ايه? ايموتو. ايموتو. في اه فيلم فزيعة عن الموضو ده. آآ اسمعت عنه بس ما شفت الشرك فيلم. آآ وفيلم وثائقي. شفت الوسائق. شفت الوسائق. آآ آآ بيحطوا بيحطوا للمية آآ آآ مزيكة. مثلا بيت هوفن مثلا او كده. او كده. او يحطوا لها مزيكة مش متنغمة مع ترددات الكون او الطبيعة. وبعدين يحطوا تحت يحطوا المية تحت المايكروسكوب عشان يشوفوا الكريستالات بتاعتها ازاي بتتغير. ولما تشغلها حاجات حلوة تلاقي الكريستالات بتبقى شكلها جميل قوي. لما تشغلها مزيكة مش 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 متنغمة يعني. دو محاملة حاجات ملغبطة كده. انا صراحة انا 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 فكرت الموضو ده كلام فارغ صراحة يعني. لحد ما تفرجت على الفيلم ده والصراحة بقيت مصدق يعني. وعشان نتائج الدرسات واضحة جدا يعني. في في آآ كمان محتاج تعمل التجربة بنفسك. ليه? يعني لو انت اقتنعت بيها اوكي لكن لكن آآ في حاجات كتير في الحاجات دي. انه شخص جرب حاجة. همش هيجربها زي ما انت بتجربها. وفي فرقات غريبة جدا في حاجاته حتى على المستوى المادي في فرقات ما بين شخص والتاني. آآ وتجربة بتتعامل آآ شخص والتاني بتفرق جامد جدا. آآ يعني مثلا احنا نعرف ان التوم لما نيجي ناخده ده له فوائد آآ علاجية ولوه كلام في الحقيقة ان انا ناكل التومة آآ ما لهاش نفس يعني نبلعها علشان ريحتها وطعمها وكلام من ده ما بتديش نفس الفايدة زي لو ارشناها تحت سنان. ويا سلام لو 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 كسرناها وسبناها عشر دقايق قبل ما انا اخدها. لان التومة بتكون الطعم اللازع والفوائد العلاجية بتاعتها جاية من آآ تفاعل حاجات جواها آآ مع بعضها ومع الاكسوجين كانت دفاعية للتومة علشان تبقى لازعة لينا او للحيانات اللي بتاكلها او كلام من فتيجي تلاقي تجربة بتتم يقول لك ايه دول كانوا بياخدوا تلات آآ فصوص تومة صبح وما عملش اي نتيجة. واحد تاني يقول لك اخدوا فصين توم وكانت نتيجة ممتازة. الفرق كان انه ده ارشها او قطعها قبل ما ياكلها بخمس دقايق ولا لا. دلوقتي دي مجهودة على الانترنت تقدروا تشوفوا حاجة زي كده ااكل التومة ازاي. لكن لما انت هتيجي تعملها بنية. وانت بتحط بحب وانت بتحط بغضب وانت بتحط بحاجة زي كده. مختلفة خالص عن الشخص اللي مستخبي في حتة تانية. لان الجزئية دي. آآ ليه علاقة بالوعي بتاعك. ما ضمنش ان اللي هو بيسميه حب ده. انا بسميه حب. فالنتيجة اللي طلعه له. آآ مش مزبوطة قوي بالنسبالي. فهي الطريقة علمية. لكن بتشغالها على الحاجات اللي مش ملموسة. فانا وحاجات كثيرة قوي اللي هتغير الرأيه فيها ان هو الكلام الفارغ ده وبعد كده بيكتشف انه ايه ده? ده بيشتغل. ده حقيقي. وانا نفسي في لحظات معينة ما بتشتغلش معي. لان انا تركيزي ما كانش معاها. آآ وده اللي ممكن نتسمى في وقت تانية او في حاجة تانية طقوس الكتابة. ان هل انت كنت مركز بمعنى الكلمة بمعنى الحرف بمعنى الصوت وانت بتكتبه? ولا لأ? عشان كده اللي بيكتب الكاتب المصري القديم. كان بيقعد اتناشر سنة يتعلم. ليه? بيتعلم كتابة. طب مش يعلم معها حاجات تانية لكن لكن ما هيش مجرد الكتابة. بتعلم حاجات كتير قبل. وهي دي فكرة فكرة الكلمات ان هي لها قوة دي نفس آآ نفس الفكرة بتاعت انه الكلمات مش كلمات بس هي اداة خلق. انا فكرة لما سوها قالتلي ممكن تكون انت اللي قلت لها او نهاية اللي قلت لها بس ما قالتلي الكلمة دي فكرة ان هي آآ يعني علمت معايا يعني. وانت لغاية النهاردة انت عندك في في ديالاتنا المعاصرة انت عندك انه آآ مثلا عيسى كان كلمة الله. آآ وصف ربنا. آآ يقول الشيء كن فيكون. ده وصف ربنا. طيب لما انتي تروحي للمسيحية في البداية كانت كلمة. وكان كلمة والله. الكلمة دي الكتابة الاولادية بتاعتها كانت دي معناها الكلمة ومعناها المعنى. لغاية النهاردة بنيجي نقول الاحياء هو علم الاحياء او معنى الاحياء. كلمة اللي هي كلمة لغة. هي نفسها. يعني كلمة لغة اللي هي انك بتتحوري. فانا باللغة بتحور معاكي لكن بتحور مع اي حاجة. مع الانسان اللي زي وبتحور مع المادة. مع الاحياء مع الكيميا مع الفيزيا مع الحاجات دي كلها. فهنا اللغات القديمة كان فيها حدة انه الكلمة لها معناين تلاتة من اللي احنا بنسميهم النهاردة. لان المعاني دي كانت حاجة واحدة. الكلمة نطقها هو المعنى. النهاردة الناس المقصلة تقول لهم الكلمة عقد. انا قلت لك الكلمة. فالكلمة هي العقدة هي المعنى هي اللي بقوله هو اللي نقصده. مش الكلام في حاجة والنية في حتة تانية. انا كده كسرت الشيء على بعضه المقدس ده. المعنى المقدس ده. الله يعني عليك. انا اول مرة فكرت في موضوع ان في الله كما بين وبيولوجي. دي حاجة تاني خالص بس انا. شكرا. تحب تسأل على على الموضوع. بحس ان ده موضوع تاني خالص. انا شايف. اه ممكن. هو الرسومات اللي مشهورة اللي هي في رسمة معينة يقولوا دي ودبابات وكلام من ده دي اه لما بنشوفها على في المكان نفسه باين انها زي ممسوحة بطريقة ما لانه اه هي الحيطة دي انا محتاجها ساعات زي ان انا باخد الورقة بعد ما كتبت بكتب على ظهرها. او بمسح واكتب تاني. ففي الحيطة بيبقى في حفر. آآ حفر فوق حفر. فساعات بيبين اشكال آآ مختلفة. لكن هي مش حاجة منتشرة قوي. هي لو هي فعلا حاجة آآ عن الاطباق الطائرة والحاجات اللطيفة دي. غالبا انها هتتبقى منتشرة اكتر شوية. لا احنا بنقى كنا سؤالنا اكتر كان عن انه مش عارفة انت متابعة ولا لقى الموضوع الكائنات الفضائية والكلام ده يعني ساعات لما الناس بتشوف آآ آآ مركبة فضائية بترجع وتقول ان هي بعد ما شافتها كان موجودة على على الحرف بتاعها حروف بتاعتنا بتاعت هيروغليفي. احنا لينا ولاد في كل حتة وانسيناهم. يعني مش لازم يقولوا كلهم في نفس الكوكة. محدش عارف. دي اول مرة اسمعها لكن تاني لو هي فكرة انه الكتابة طبيعية. يعني انا انا يعني انا طبعا آآ مصري آآ وكبرت بعيدة عن مصر. فمصر بالنسبة لي كانت حاجة مهمة قوي. يعني انت ربيت في فرنسا. ففرنسا بنتعلم ان مصر حاجة عظيمة. فانا ايه ده? انا. فاتربيت تربية محتلفة تشوف لما جيت مصر كنت متشوق ليها. مش مش ان الهرم جنبنا فمنزروش. آآ لكن ما حبش برضو انه الحماس ده ياخدني الحتة انسى فيها آآ حاجة اساسية. ان دي حروف طبيعية. يعني لو انا قلت ان الحروف الياباني مسلا هي التلخيص معين. ماشي. لما اجي اقول حروف اللاتيني او الاوروبيي النهاردة. ماشي. لما اجي اقول حروف مصرية قديمة. هي مش حروف مصرية. هي من حروف طبيعية. المصري القديم هيقول لك انه ده طبيعي. ان الحروف دي تبقى كده. يا سلام بقى لو في حد قدر ان هو ياخد آآ صورة للحروف دي ونعرف ازا كانت نفسه ولا لا دي قصة تانية. لكن لما يبقى في رسمة وزة وآآ ووردة ونصر. مقدرش اقول ان دي حروف آآ مصرية. لكن في حاجات بتخليني اقول انها دي اتخدت من عندنا وراحت البلاد التانية. يعني في حاجات لأ الحتة دي بتاعتني يعني لما تبقى في رسمة لتمساح. ما هو? ما ده عندنا? آآ نصر معين. ما هو? ده مش موجود في جبان فلما ياخدوه هما واخدينه من الرسمة الصيني هما والصين واخدين يعني بالشكلة. لما رسم راجل. ياه والمصرين رسموا على فكرة في كل الحيطة ترسموا راجل. مم. مقدرش اقول ان دي متاخدة من 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 عندنا. انما لما يبقى لستة الرموز معظمها اللي عندنا. يعني ممكن اللي مهتم يبص على تشابه الحروف المصرية القديمة بالحروف مسلا العربي او اللاتيني. لا هو العربي دي ما هياش رسومات طبيعية. الره مش رسمة طبيعية. العين مش رسمة طبيعية. فانت واخدها من نواخدها من رسمة طبيعية. طب ليه ما رسمتش رسمة طبيعية وبعدين ملخصتها? لان انت واخدها من اللي رسم رسمة طبيعية ورخصها. فهنا باينا اكتر من اننا مجرد اننا نتفرج على رسام رسم حكتين احنا رسمينهم عندنا فانروح قاعدين نواخدها من عندنا يعني. موسيقى موسيقى موسيقى